نهاردة الإسماعيلي قدر يفوز على فرقه بهدفين دون رد قلت لكم قبل كده الإسماعيلي بيقدي مباراة كبيرة قبل بعد مباراة الأهلي على طول قلت لك الإسماعيلي ماشي بشكل جيد أحيان بيبقى عنده سوق توفيق أحيان بيبقى عنده خبرات قليلة شوية عنده مشكلة هجومية شوية بس الفرقة حلوة مسكة نفسها وتحس إن الإسماعيلي متأمن السنة دي آه لسه ما أمنش مية في المية بس هو في الطريق إنه يبقى متأمن في جدوى للدوري وده أكيد هدف الإسماعيلي السنة دي إنه يبقى مكمل في الدوري ويبقى باق في الدوري ويبقى متطمن بدري بدري ما يستناش لآخر اللحظات عمر الساعة النهاردة ساجل هدف الأول للإسماعيلي في دقيقة 22 هدف أمام حضراتكم فكرة لعب 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 اللعب اللعبة الوعدة جدا عمر الساعة جدا يعني وبعد كما محمد دسوق يسجل هدف التاني في دقيقة 76 من ضربة جزائر فوز يفوق الإسماعيلي ويخلي الأمور أهدى شوية كان معايا بعد مطش الأهلي كابتن حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي وقال لي احنا محتاجين بس محتاجين فوز عشان لعبها ترجع تاني واسقة مش متوترة وعارفة انها هتقدر تكسب احنا مللعب كرة كويسة بس فيه أحيانا بيبقى فيه توتر عند بعض اللعبين فوز زي ده مؤكد يخلي الإسماعيلي يفوق مؤكد كمان يطمن شوية لعبة النادي الإسماعيلي يلعبوا لعبوهم بقى ويستمتعوا بكرة القدم